بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن اللوجيك موضوع جدا بسيط وسهل اللوجيك عندنا بتنقسم لثلاث شغلات أساسية اللي هي الاند والأور والنط تعال نتعرف عليهم آخر نكبر لك هيها زي هيك ممتاز أول إيش رح نبلش في الاند متذكر فكرة البول صح حكينا يا true يا false الت هون اختصال كلمة true والإف هون اختصال كلمة false الآن شو بتحكي لك لو كانت true and false شو رح تطلع النتيجة لأ ها موضوع كبير لازم نركز فيه أول إشي and مع ناتب العربي و true and false هيطلع الجواب عندنا false طبعا شكرا حفظ مش فهم لا أخينا بسط لك الفكر خليني أعطيك مثال بسيط لو قلت لي مثلا انت هسا أنا بدي وجبة شورمة مع عصير شو حكيت لي ما بدك الشورمة لحالها بدك الشورمة مع العصير لو حكيت لك أنا هون جبت لك الشورمة بس ما جبت لك العصير ها بالإشي مش راح يرضيك راح تحكي لي إني أنا مش راضي false في الخيار الثاني false ما جبت لك الشورمة بس جبت لك العصير برضو انت مش راح تكون راضي راح تحكي لي false هون لا جبت لك الشورمة ولا جبت لك العصير بإنت أكيد مش راح تكون راضي هون أنا جبت لك الشورمة و جبت لك العصير ساعتني انت راح تكون راضي أتمنى انه كان المثال بسيط هون خلي نسوي ملخص سريع الاند لو شافت فولس مباشرة رح تعطيك الإجابة فولس لكن إذا ما شافت ولا أي خيار فولس هتعطيك الإجابة دايما true حتى كنت نتبهد إنه متى إحنا منوخذ لترو لما يكون الخيار الأول والخيار الثاني true true يعني true and true نطلع جواب true غير هيك هتطلع دايما فولس نيجي هسا على الأور نفس المثال مثلا مرة شو قلت لي أنت قلت لي أنا بحب مثلا عصير برتقال وعادي لو جبت لي عصير المنجا يعني شو حكيت لي هنا ممكن أخذ برتقال وممكن أخذ منجا ما عندي أي مشكلة ومعنى كمية الأور أو أنا هسا جبت لك البرتقال لكن ما جبت لك المنجا فهتقول لي عادي أنا قلت لي كيف تعطيني برتقال أو بتعطيني منجا ما جبت لك البرتقال هتحكي لي ترو هون أنا ما جبت لك البرتقال لكن جبت لك المنجا أنا خيرتك هتعطيني برتقال أو تعطيني مانجا فرح تعطيني برضو true قلتلك أنا جبتلك هنا برتقال والمانجا هتقولي يا سلام العسرين مع بعض برضو خطعطيني true هنا لا جبتلك لبرتقال ولا المانجا ساعتين تأكيد رح تكون زعلان فرح تعطيني false وهو نعمل ملخص السريع لفكرة or إنه or طول ما شابت شغلة صح هتعطيك الإجابة صح جقولنا true عبارة عن صح أي إشي true في الخيارات هيعطيك الإجابة true لكن في حالة واحدة إذا كانت الخيارات الثنتين false أكيد رح يعطيك الجواب false فبنفهم إنه الآن بتحب false أكثر إشي والor بتحب true أكثر إشي وآخر إشي عنا إياه وهو not هاي أسهل واحدة تعكس القيمة مش هاي true ساعتها بتصير false مش هاي false ساعتها بتصير true يعني بتقلب القيمة أتمنى إنك تكون فهمت الفكرة عشان تفهمها مية في مية تعان تطبيقها في الكود أنشأت لك فولدر جديد 19 لوجيك وفي عندنا ملف المياند والدارد وكالعادة الفويد مياند في البداية بدي أوضح لك إنه اللوجيكال عنا إياها الاند تنكتب بطريقة معينة لوجيكال الاند ما بتنكتب زي هيك في البرمجة كيف بتنكتب الاند بهالطريقة شفت مع رقم سبعة مرتين يعني لازم تكتب دابل اند شفت مع رقم سبعة هل أعمل هنا برينت واحكيره لوجيكال وهاي اند عشان الطباعة تكون واضحة بعد هيك حاب أنا أنسخ الكود من عندي بشكل سريع عشان نوضع صار سهل بالنسبة إلك وهي كنترول في هينسخت من الشاشة الثانية عندية الترو اند اند فولس شو رح تطلع النتيجة زي ما اتفقنا اند بتحب الفولس شافت الفولس هيعطيكي الجواب فولس أنا هون عمل لك العملية نفسها قلت لك ترو اند اند فولس هون ما في فولس مساعدتها الاند أكيد رح تعطينا ترو خلي تأكد الكرامي صحب السيّف وعمل الرن لوجيكال اند ترو اند فولس هيطلع الجواب فولس ترو اند ترو هيطلع الجواب ترو تعال هسا نحكي على مين راضو عليك على الور لوجيكال اور كيف نكتب احنا الور شفت مع اشارة الباك سلاش هاي اشارة الباك سلاش شفت مع الباك سلاش هيعطيك العصاية الواقفة كمان مرة هي هاي اشارة الور خليني انسخ الكود هون شو بحكيلو فولس اور ترو حكينا الور بتحبه لترو فاكيد هيطلع الجواب ترو فولس اور فولس هون احنا ما في عنا اي اشي ترو فساعد تأكيد هيطلع الجواب فولس طب تعالي تأكد سيّف وعمل الرن لكن مش واضحة فخليني اضيف لك هون برينت واحكي اور هاي واحد سيّف هاي كمان هون سيّف هاي احسن هاي اطلع طريقة برطبة هنيني اسيّف وعمل الرن مرة ثانية بالضبط هنيني اكبر هاي شوي ممتاز فولس اور ترو فولس اور فولس هطلع جواب فولس نيجي هسا لأسهل وحدة هي ايش انت 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 بهاو الشكل لكن بلغة البرمجة نكتبها احنا ايش اشارة التعجل شفت مع رقم الواح بغطيك اشارة التعجل هون منيحكي له انت الموضوع جدا بسيط هي بتعكس القيمة كانت ترو هتصير فولس كانت فولس هتصير ترو اني اعطيك مثال سريع brand نطل ترو طبقتلك اياهم في الكود هتصير فولس نطل فولس برضو طبقتلك اياها في الكود هتصير شو ترو واذا قابت يحكي له اعكس للفولس هتصير ترو اعكس للترو هتصير فولس سيب وعمل run اطلع معي هنا نطل ترو صارت فولس نطل فولس صارت ترو اتمنى انه كانت فكرة اللوجيكل سهلة وبسيطة وكالعادة اذا كملت المحاضرة معي النهاية علق اي تعليق بالدكية وضيف معي الوردة ونشوفكم شاء الله في المحاضرة القادمة ويعطيكم العافية اشتركوا في القناة